أنا أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003 وحتى خروجها في عام 2011 من العراق في هذه الفترة بالضبط عندما تحولت هذه القوة عندما جاءت إلى العراق من خلال إطلاق الحرب الاستباقية وأن العراق مشكل تهديد على الولايات المتحدة الأمريكية وهناك أسلحة للتدمير الشامل وما إلى ذلك من مبررات سوقتها الولايات المتحدة لغزو العراق جميع هذه المبررات قد سقطت في العراق عندما أعلنت بأنها دولة احتلال فعندما وصلت مع إعلانها أنها دولة احتلال هي جاءت إلى العراق بدون موافقة مجلس الأمن وبالتالي استخدمت شريعة الغاب في الدخول إلى العراق عندما دخلت للولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بدأت تتكلم عن مشروع في المنطقة يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي نوهت إليه كوندريزا رايز في عدد من اللقاءات بأنه المنطقة ستشهد تغيير جذري في الفترة المقبلة وبالتالي تحولت قوات الاحتلال الأمريكي إلى تنفيذ مشروعها في المنطقة هذا المشروع يشمل عدة دول من ضمنها العراق بدءا من العراق وينطلق إلى دول أخرى ولكنها اصطدمت بسد منيح في العراق وهي المقاومة العراقية التي استنزفت القوات الأمريكية استنزاف كبير جدا أجبر القوات الأمريكية خلال الفترة المنازلة منذ عام 2003 وإلى عام 2011 على التراجع في كثير من الأمور وبعد ذلك قامت بزيادة عدد القوات الأمريكية بشكل كبير جدا لغرض السيطرة على الوضع ثم فشلت جميع استراتيجيات التي تمت استخدامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من تشكيل صحوات وما إلى ذلك إلى أن وصل بها الأمر أنها اتفقت مع الجانب العراقي على الخروج من العراق في عام 2011 من خلال الاتفاقية الأمنية التي أبرمت مع العراق إذن أمريكا نتيجة دخولها في حروب متعددة حرب أفغانستان وحرب العراق استنزفت بشكل كبير جدا كان هناك ضغط اقتصادي كبير جدا على الولايات المتحدة الأمريكية خسائر كبيرة جدا في المعدات والعسكرية وفي التجهيزات وفي الأرواح البشرية فشلت فيها الولايات المتحدة من الحفاظ على أمن القوات الأمريكية داخل العراق ترجمة نانسي قنقر شكرا